قمع وترهيب واستهداف سياسة تدهجها إسرائيل تجاه الأمم المتحدة التي ظلت شاهدة ورقيبة على ما يحدث من انتهاكات في غزة مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البنيز كشفت عن تلقيها تهديدات بعدما أكدت وجود أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة التقرير الحديث خلص إلى وجود نية إسرائيلية لتدمير الفلسطينيين بشكل كلي أو جزئي وهو بند أساسي في اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية لكن إسرائيل اعتبرت أن تقرير الخبيرة جزء من حملة لتقويض وجودها الحملة الإسرائيلية ضد فرانشيسكا لا تنفصل عن الاتهامات التي كانتها إسرائيل لمسؤولي الأمم المتحدة وعلى رأسهم الأمين العام أنطونيو غوتيريش منذ بداية الحرب على غزة إذ طالبته باستقالة غير مرة بل واتهمته بدعم الإرهاب وكالة غوث وتشغيل اللاجين الأونروا شهدت الفصل الأكثر عقابا وتوترا بين إسرائيل والأمم المتحدة إذ زعمت تل أبيب تورط 12 من موظفيها في غزة في عملية طوفان الأقصى وعلى أساسه حرضت على قطع التمويلات الدولية عن الوكالة ويكشف تقرير صادر عن الأونروا عن تعرض موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزوا بالسجون الإسرائيلية لضغوط ليدلوا بأقوال كاذبة بل إن الوكالة على صلة بحركة حماس وأن موظفين بها شاركوا في عملية السابع من أكتوبر إسرائيل استهدفت بشكل مباشر أيضا موظفي الأمم المتحدة خلال عملياتها العسكرية إذ أشارت وكالة الأونروا إلى استشهاد 246 من موظفيها منذ بدء الحرب في غزة الاستهداف الإسرائيلي للأمم المتحدة بكياناتها وأشخاصها يكشف عن وجه الاحتلال القبيح لإسكاة الرأي العام الدولي ومنع إمداده بالحقائق عما يحدث في غزة وأيضا بالضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر